16 مليون عامل سيغطيهم قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعد أربع سنوات من بقائه في أدراج مجلس النواب القانون المشرع مؤخراً سيضمن العاملين المنتظمين في مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الحرة وأدنى راتب فيه 350 ألف دينار ويرتفع مع حجم مرتبات العاملين رقابة على كل شركة أو معمل لا يطبق القانون نأمل أنه يكونون متعاونين ويأخوانهم لأنه هذا حق الناس يعني ما معقوله هو ينتج لعمل واتجاه الآخر ما يضمن حقه لكن ما يشكل عليه مراقبون هو غياب التثقيف المسبق للقانون فغالبية العمالي يجهلون فكرة التقاعد والضمان فمن هو مضمون في القانون السابق لا يتعدى عددهم 700 ألف عامل فقط قانون الضمان الاجتماعي كان المفروض أن تسبق هناك حمل إعلامي لتثقيف المواطن حول هذا الموضوع خصوصا ما علمنا أن المواطن ربما هناك ثقة ضعيفة تجاه السلطات وتجاه المسؤول وبالتالي هكذا قوانين المهمة كان المفروض أن يكون هناك توعية ثقافية توعية وطنية لحيوية هذا المشروع الكبير مهم ولكن بكل تأكيد أقرار هذا القانون أن أحتبره خطوة إيجابية وعملية جدا باعتبار سوف يرفع العبع عن الحكومة وسيفعل هذا القانون بأثر الرجعي للعاملين في القطاع الخاص الذين تقاعدوا قبل تشريعه ويمكن أيضا من يرغب التحول من العمل بالقطاع الخاص إلى العام بأمور الترفيع والتقاعد قانون أكثر ما يوصف بأنه سينعش القطاع الخاص ويحول الأنظار عليه ويحد من رغبة العمل في الوظائف الحكومية هذا إن طبق بالشكل الصحيح من بغداد جابر جمال الرشيد